تمكني شرخيص كل الحق على الموليس بدعوة من ناشطات نسويات وحركات سياسية في عرابة شارك العشرات في وقفة احتجاجية تانيس تنكاراً لجريمة قتل وفاء عباهرة وسط النهار على يد طليقها دون أدنى خوف من المحاسبة القانونية تاركة وراءها أطفالاً ينتظرون عودتها لتطالب النساء في المجتمع العربي بوجود الأمان بدل الخوف على حياتهم من الانتهاء قتلاً الحالة اللي صارت في عرابة الجريم اللي صارت في عرابة يعني هي بشعة جداً جداً بسبب سهولتها بسبب كيفية وقوعها لما بنعرف الخلفيات على سهولة تحرير وإطلاق صراح المجرمين سهولة تعملياً قتل النساء بهذا المجتمع نتيجة كل هذا النظام اللي بيؤدي لهذا الوضع للأسف المؤسسات وجهاز الشرطة والمجتمع أهمل سيدة وفاء مما أدى بحياتها وحياة أطفالها نعم قتلت وفاء وبرأي قتل مجتمع قتلت أسرة بأكملها نحن هنا ننظم تظاهر احتجاجية احتجاجاً على تقاعص جهاز الشرطة أولاً كان عليه أن يوفر الحماية لوفاء وكالعادة هذا أصبح نهج الشرطة المتعارف عليه بأن يهملوا في هذه القضايا وفاء عباهرة تنضم إلى قائمة من خمسة عشرة امرأة قتلنا منذ مطلع العام الحالي لتشهد على استمرار جرائم القتل المستمرة دون رادع وفي تساهل مستمر تبديه المؤسسات إزاء جرائم القتل المستمرة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من مسلسل الجريمة المستمر في المجتمع العربي والذي أزهق أكثر من تسعين روحاً منذ مطلع العام الهدف من تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية أو الوقفة الاحتجاجية هو إرسال رسالة ربما إلى مجتمعنا ككل وليس هنا في عرابي تحديداً بأن هذا المسلسل الدموي الذي يضرب بمجتمعنا ويهدد بتقويض أركانه يجب وقفه الكثيرون يتحدثون عن أحداث عنف وأحداث قتل وجرائم هنا وجرائم هناك نحن أمام مجزرة حقيقية وليس أمام أحداث عنف هذه المجزرة يجب أن تتوقف وحتى تتوقف يجب على كل منا أن يأخذ دوره مقابل كل تقاعث في مكافحة الجريمة وحماية المهددين تزداد أعداد جرائم القتل في المجتمع العربي وفي الوقت الذي يغيب الأمن والأمان فيه في البلدات العربية بات شبح الجريمة والعنف يهيمن على الشارع العربي في انتظار للجريمة القادمة